ايه دي ايه دي هدها تتقليب بصل دي تتقليب بصل مش في توم بقى او رهالك دلوقتي ناص المعتقدة اللي كده ممتعش المعلة التوم لا طبعا البصلة اللي بتوقع في البصل حكاية يعني بس لها طريقة بقى في البصلة ورهالك دلوقتي بس بعد ما قطعها عندنا ايه مكعبات بالشكل ده هجيب عندي بصلية صغيرة ونبدأ اللي احنا ايه نقطعها اه مكعبات وهبدأ اللي انا حطها في حتتين اللي ايه كده صغيرين جميل وبعد كده بنبدأ نحطها عندنا على النار لحد ما البصلية دي تتبك فأحضر الوقت الجميل متاعنا او الصينية اللي هنشتغل فيه بالبصل المكعبات بصل تين تين او تلت بصلات كل ما البصل يكون كتير في الحاجة بقى بالزاد بيدي طعم سكر كده وجميل فانا زودت بصل هنا من ديها تلت بصلات وقطعتهم مكعبات حطينا حتت لها كده صغيرة مع شوية زيت وبدأنا احنا ناخد عندنا البصلة ديها نبدأ ندبلها ما نستعجلش عليها وننزل الكبدة دلوقتي لازم هي نقوم حطيني كده ونسيبها لحد ما تبدأ تستوى معايا عشان انا هجيب عندي فلفل اخدر فلفل اخدر رومي ختة فلفل حامي كده حلوين قرن فلفل تبقى كده ايه جاهزة معايا بص هنا تاني على البصل خلاص بدأ يدبل معايا هوت كل ما يدبل كل ما يديني طعم افضل وافضل للكبدة متاعتنا اللي هنشتغل بيها تمام جدا فيه هنا مجموعة البهارات متاعتنا الكمون والكاري وكركم شوية صغارين او من كل حاجة حط عندي فصيني اتنين طعم افرومين واعمل ايه بقى بقوم واخد عندي الباشا دي كده البصرايا بعد ما تخش عندنا وتدبل معايا ايه النار بس كنت محتاجة تبقى اعلى من كده دي بتبقى على الشعلة بتبقى ايه مش عايز اقولك بقى الشعلة العالية دي بتبقى منزلها على طوله بتاخدش وقت معايا لان هي تكبدا حلوتها في صراحة او في التسوين تاعتها ما بتاخدش وقت تكلمي في خمس دقائي بيكون مخلصة الاكلة يعني خط البصل هنا في النص وبعد كده بنبدأ ايه ناخد البصل دهوت كده جانبا كده عشان نمو مخدين عندنا الكبدة اللي احنا مقطعينها مكعبات ونبدأ انه ينزلها هنا في النص بعد كده بنبدأ نقلب كله مع بعضه البصل بس الكبدة بس تسيليا ايه تتشمع كده الاول عشان ما تتهرش منك وبعد كده نقوم نشوحون كله مع بعضه البصل مع الكبدة مع التوم وبعد كده نبدأ نتلاقي الخضور بتاعنا اللي هو الفلفل الاخضر والفلفل الحمي ايه ناخد بقى البصل كده هو تعال مجيني ونقوم نزلنا كده بقى البصله فين الكبدة الجميلة دي جميلة 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 كده ونحت هتجنن مع البصلية كده بعد ما دبلت نبدأ نحطها بالشكل ده نقوم واخدين عندنا فلفل الحامي الفلفل الأخدر نقوم ضايفينه هنا بعد كده مجموعة البهرات الخطيرة ما تكتريش ها شوية صغارين كده من كل حاجة كنج البهرات الكمون شوية كال صغارين جدا وشوية كركم صغارين قوي بس نراجبها على منظر الكبدة بص شكلها قصلا عامل ازاي وندي بقى التقليبة بحا يقدم ايه خلا ما بتاخدش وقت معي على النور حا دي ما تستوه معي ونقدمها وبنهانا والشفا عصير الليمون دي في الاخر خالص اخر حاجة خالص بتطلقها عصير الليمون مش دلوقتي عشان ما تمررش مني فاخر حاجة خالص وهي طلعة كده هوت بديها نص عصير الليمونة كده وخلاص الموضوع خلص بتطلقها سنة زيت بسيطة كده وهي بتسخن كده بتتقوم بديها سنة الزيت فبتقوم بديها اللمعة والجمال ده شوية عيش بلدي وانا كلها وبالهانة وش ريحة حلوة قوي عني بس عشان الصينية ايه موحوحة دعالوا بقى نشوف عندنا جيب الكبدة حطها هنا بسم الله واحدة ورحيم شوية العيش البلدي الحلوين وبالفة هانا وشوف وشوف اشتركوا في القناة